تحالف العدوان أن تكون وسيلة إعلامية إخبارية احترافية هو أمر بعيد جدا عن ما تضع قناة الجزيرة القطرية نفسها فيه منذ سنوات خصوصا منذ أن فتحت الباب على مصراعيه أمام قيادات جماعة الحوث الإرهابية وهذا الترويج المستمر على مدار الساعة في مختلف برامج القناة ونشراتها الإخبارية تعدى كونه نقلا للأخبار كما تدعي القناة ووصل إلى تبرير جرائم الميليشيات الإرهابية نحن نقول إذا كانت هناك أحداث قد حصلت أو أخطاء قد حصلت نحن لسنا معصومين نحن لا ننكر ذلك أو لا نعتبر أن هذا لم يحصل لم تكتفي القناة بفتح باب التبرير للممارسات الحوثية في داخل اليمن بل إنها أتاحت وحاولت أن تضفي الشرعية للحوثيين في اعتداءاتهم المستمرة ضد المملكة العربية السعودية طالما هناك غارات جوية تستهدف اليمن وحصار يفرض على اليمن فإن من حقنا الطبيعي أن نقوم بالرد بالصواريخ الباليستية والطيران المسيرة وبكل أعمال الرد المشروع والطبيعي وسنستمر في هذا طالما استمر العدوان بشاعة ما تمارسه القناة القطرية بات أخطر من أي شيء على المجتمع اليمني برمته فقد تعدت القناة تبرير الإرهاب الأمني إلى تبرير ممارسة الجماعة الإرهابية سرقة النفط ومشتقاته ومقدرات الشعب هناك محاولة من جهة السعودية ومن معها في إخناق هذه المنطقة لم يستطيع التقدم عسكريا يريد أن يجعل تثوير للشعب داخل بأن هذا الحصار سببه هذه الحرب وسببه أننا لم نستسلم للسعودية فيجب أن يكون هناك ردة فعل أعلام يبتعد كل البعد عن مسؤولياته يخرج عن دوره ويخرج عن مواثيق المهنة من الحياد إلى الانحياز والترويج والتبرير حتى بات لا يخرج في طرحه عما يروج له قادة الجماعة الإرهابية أو ما يوجه له قادة الجماعة الإرهابية